رجل فاضل عارف عالم في مجال ما نتحدث فيه المهندس وفائي مسيس مدير عام أو مدير وكالة حافلات كينغ لونغ اللي هي بتصوري جزء من الشركة المركزية لتجارة المركبات أهلا وسهلا بك وبالمناسبة هو خلينا نقول الرئيس للجمعية الأردنية الوقاية من الحوادث حوادث الطرق متطوعا هذه أنا بدي من البداية أحط عليها هو متطوع كرئيس لهذه الجمعية واللي أنا حكيت كلمة الوقاية فيها لها مدليل واسعة من المفروض أن نركز عليها إحنا ما عندنا ثقافة الاحتياط أو الوقاية هذه الجمعية تقوم على موضوع الوقاية من حوادث الطرق من راحب المهندس وفائي يا أهلا وسهلا بك صباح بك صباح الخير أستاذ ياسر وصباح الخير لمستمعينا ولإذاعتك القيمة يعزك وهذا يعني بصريحة العبارة إن شاء الله يكون نهار خالي من الحوادث المهورية إن شاء الله والأهم هي الحوادث المهورية التي تؤدي إلى حالات وفاة وإصابات إن شاء الله الله يجيب ضرر وكل يوم نتمنى هذا الكلام ونتمنى أنه يصير جزء من ثقافتنا صح حرصنا إنه اليوم يا أخي بلاش يكون في عنا أية منقص خبر يجي يقولنا والله بانخفاض معدلات الحوادث إنعكاساتها على الإصابات طيب خلينا نبتدي يا سيدي في موضوع الجمعية الأردنية الوقاية من حوادث أنا بعرف بأنها من 75 نعم صحيح سيد ياسر الجمعية التطور اللي واكب الجمعية نحكي على مدى أربعة حقود نعم صحيح شكرا لسؤالك أستاذ ياسر بالفعل الجمعية تأسست سنة 1975 أسسوها 30 شخصية أردنية وترأسها لفترة طويلة معالي الدكتور زهير ملحس الله يرحمه رحمة الله وبعدها ترأسها معالي أستاذ محمد دباس رحمة الله عليه تعيش وبالفعل الجمعية هدفها وكل هدف الرئيسي لها هو التوعية المرورية ما قبل الحادث فيه للجمعية الأهدنية القامحة الطرق تسع فروع بالمحافظات بمعان بالعقبة بمادبة بإربد فإحنا متفرعين بكل أنحاء المملكة لدينا حوالي الأربعمائة عضو فجمعية تطوعية كاملة نخدم الوطن للوقاية من حوادث الطرق جميع شركاءكو بهذه المهمة أنتو موزعين على محافظات نعم صحيح مع مين تتعاملوا مباشرة تتعاملوا مع الحكام الإداريين تتعاملوا مع إدارات السير تتعاملوا مع الجمعيات خلينا نقول الخاصة الاجتماعية مع مين شركاءكو؟ شركاءنا الرئيسيين هي مؤسسات الحكومية مثل مدرية الأمن العام لأن الجمعية هي الرديف للمؤسسات العامة بموضوع التوعية المرورية يعني منأخذ حقنا بموضوع التوعية المرورية والمدريات الأمن العام وأمانة عمان بيقوموا بواجبهم بموضوع تنفيذ القانون وتنظيم حركة المرور على الطرق فأحنا شركاءنا الشركات الخاصة أيضا البنوك نحاول قدر إمكان أن نعمل توأمة ما بين الشركات الخاصة والجمعية لأن الجمعية تطوعية زي ما حكيت لك وبدون دعم الشركات الخاصة ما نقدر يعني يد واحدة ما بتزقفش فلازم يكون فيه دعم من الشركات الخاصة للجمعية طيب دعم القطاع الخاص مئة بالمئة هذا كمورد مفترض ولكن يعني الدولة كمان الدعم واجب لجمعية مثل الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق ممكن يكون لوجستيا ممكن يكون بإعفاءات معينة ممكن يكون بتسهيل لمدخلات معينة بتفيدكم بشغلكم هذا يتحصل ولا لسه لغاية الآن اللي موجود عن مواطننا موجود عن مسؤولنا بأنه نحن منحكي على جمعية والله يقتصر عملها على نشرة بجريدة على لقاء مع ياسر على هذا صريحة العبارة كان يجينا دعم من الحكومة ودعم أيضا من مدرية الأمن العام لكن توقف بآخر أوقات هذه صار في تخفيض للدعم وأنا بنظري الداعم الرئيسي لجمعيتنا هو أمانة عمان الكبرى مشكورة لأنه أمانة عمان الكبرى أعطتنا قطعة أرض مجرتنا قطعة أرض خمس دنومات بمنطقة جبل زور عملنا عليها مقر جمعية وعملنا أيضا حديقة مرورية مثالية لتعليم الأطفال والطلاب على كيفية استخدام الطريقة ففي دعم لكن الآن أكون صريح معك أنه قل الدعم كثير فإحنا وضع الجمعية حاليا عجز مالي بحاجة لدعم من الحكومة وإعطاءنا حقنا من الجمعيات اللي تقوم بها جميل جدا أمانة عمان تخصيص قطعة أرض أجرتوها بسعر تفضيلي بسعر رمزي بسعر السوق بعرفش ما بديش أدخل بهذه التفصيل ولكن تجربة جدا جميلة لما منشوف إحنا توزيع لحدائق مرورية واهتمام أمانة عمان بموضوع الحدائق المرورية ثقافة المرور عند الطفل اللي بسوق سيارة كارت صغيرة ولكن عنده إشارة بوقف عليها جميل ليه ما عم تتوسع ليه كل ما اللي عم نشوف بأنه إحنا يعني عم نقلص صح الوجود الإمكانات طب يا أخي نسويها مشروبي أوتي نعطيها لناس بسعر رمزي بسيط كذا إلى آخر يجيب إلنا مردود وبنفس الوقت هو بشغل ليش ليش عم نتراجع في موضوع الحدائق المرورية وهذا السؤال الأماني مش إله ولكن أنا بحكيك ثقافة يعني ليه فيه تراجع بموضوع الحدائق المرورية فيه عندنا عدة حدائق المرورية وأنا كنت من الأوائل اللي سويت حديقها في تلاع العلي كنت بأمانة عمان أنا سالة اللي عندي الهوليدي نعم صحيح هذه كانت مقصد مقصد للجميع لكن متابعة بهذه الحدائق قليلة وعم بتخفي كثير من الأمانة لا شك أنه التكلفة عليها بتصير عبئ صار على الأمانة لأنه تكلفتها عالية أنا بنظري أنه بحاجة لزيادة من هذه الحدائق المرورية عشان هيك بحكي دعمنا وتشغيل الحديقة المرورية الحاليا لدينا بالجمعية فرض وتكليف يعني بنظري لازم يسير في تشجيع وإعادة نهضة للحديقة المرورية الموجودة حاليا بالجمعية ففي بالفعل تراجع لكن الأمانة أنا بنظري لازم تعطي أهمية كبرى للحدائق المرورية كثقافة للطلاب المدارس بموضوع المرور بتحت الهوى أول ما رحبت في المهندس وفائي قل لي يا أخي أنت الإعلام والله مقصرين معنا أنا إنسان صريح والله ما بخبي إشي هل قد وجوز أيه ولا بيعرف هذا الكلام فقلت له ليش مقصرين قال لي يا أخي بتشتغلوا بنظام الفزعة لما بطلع رقم بيقول والله أعداد الحوادث وما نجم عنها من حالات وفاها القد بتشدوا على هالموضوع بعد يام بتردوا بترخوا مش عارف مثلا والله إحنا دخلنا في موضوع اللي هو الرافعات واعتداءاتها على الشوارع وكيف بالنسبة لسلامة الطرق والوقاية والآخر يعني ما بلومه بجوز متابعنا تلك الحلقة السؤال الطرق الغير تقليدية إحنا دائما طرقنا تقليدية ماذا لدى الجمعية من طرق غير تقليدية نستطيع أن نعمق فيها مفهوم التوعية والوقاية لدى الناس تفضل يا سيدي شكرا أستاذ ياسر بالفعل الجمعية تقوم يعني زي ما حكيت الهدف الرئيسي هو التوعية المرورية والتربية المرورية يعني إحنا دائما بمقر الجميع نجيب محاضرين مختصين بالمرور بعطونا كل ما جد وجد عن موضوع الحوادث وكيفية التخفيف والوقاية من هذه الحوادث حتى يعني الجمعية عضو مشارك رئيسي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الجمعية تقوم بزيارات للجمعيات الأخرى خارج الوطن عساس معرفة المعرفة ما بينها شو بيصير عندنا بالأردن وشو بيصير بالدول العربية المشاركة اللي عندها جمعيات للاستفادة من هذه التجارب يعني لا شك ندخل بكثير من الأمور حتى عندنا مهندسين إحنا نشترك مع وزارة النقل أمانة عمان الكبرى بأي خطوة بيشوفوها أنه بحاجة لمهندسي الجمعية كوني أنا يعني هسا رئيس الجمعية وأنا مهندس مرور مختص وخبير بالمرور معتمد من قبل لقابة المهندسين فهذا بيصير فيه فائدة ما بين الجمعية هي رديف بنظري رديف بأي نواحي التوعية وأيضا بالهندسة الطرق إحنا رئيس الجمعية السابق اشترك مع بعمل رئيس الوزراء بطلب من رئيس الوزراء أنه يعملوا فريق وطني للسلام المرورية على الطرق وكان رئيس الجمعية السابق هو عضو وأيضا كنت أنا عضو مشارك كشخصي عن طريق المركزية تويوتا لعمل استراتيجية كاملة لخمس سنوات للسلام المروري وإيجاد هذا العام الماضي يعني إحنا لغاية الـ 2014 ببلش الاستراتيجية بالسنة هاي لمدة خمس سنوات 2024 للـ 2023 ونطمح والهدف من هاي الاستراتيجية تخفيض نسبة القتلة الحوادث الحوادث إحنا نطلع على القتلة الناجمين عن الحوادث لأنه هذا الأهم حادث مدام فيه سيارات مدام فيه سائقين إلا يصير فيه حوادث إحنا اللي بهمنا أستاذ ياسر إنه القتلة أو نسبة نسبة الوفيات الناجمين عن الحوادث ضيفنا العزيز المهندس وفايم سيس مدير وكالة حافلات كينغ لونغ من الشركة المركزية لتجارة المركبات تويتا يعني غنيين عن تعريف كشركة ما بدي أقول رائدة بقدر ما بدي بالفعل أقول بأنه من الشركات الأوائل على مستوى العالم وبجوز إحنا بثقافتنا بالأردن وبالوطن العربي ثقتنا في تويتا ومنتجاتها يعني بأعلى درجاتها منقول تدخل بخدمة مجتمعية عن طريق تدعيم دور جمعية الوقاية أو الجمعية الأردنية الوقاية من حوادث الطرق وحضرتك يعني ما بين أمانة عمان بهندسة المرور ومن ثم الجمعية ودورك في الشركة المركزية كيف نقدر نحفز إحنا القطاع الخاص بظل ظروف صعبة صح إنه يزيد خلينا نقول دعمه للجمعية الأردنية اللي قاية من حوادث الطرق واللي إحنا منقول بأنه ممكن المركزية يكون لها دور الليد دور القيادة في هذا الموضوع كأكبر شركة بجوز مبيعات ووجود وإسما وثقة للمستهلك أستاذي كريم بالفعل المركزية من الدعم الرئيسي سابقا للجمعية اللقاية من حوادث الطرق لكن أنا ارتقيت كوني موجود حاليا بالمركزية وأعمل مدير لوكالة كينغ لونغ وعندي القدرة والمعرفة والوقت والدعم من المركزية يعني بصريحة العبارة اجتمعت مع الإدارة وأقر أنه لازم ينعمل توأمة مباشرة وليس فقط دعم مادي ما بين الجمعية اللقاية من حوات الطرق وما بين المركزية وهي ليس دعم مادي فقط لكن بدنا نقدم كل شو مطلوب لرفعة الجمعية وإيصال المعلومة للمواطن عن موضوع الحوادث وكيفية الوقاية من حوات الطرق بالفعل المركزية قائمة على هذا وسنقوم بهذا لكن الموضوع الأوسع أنا بحكي عليه الشركات الأخرى من خلال المنبر اللي أنا قاعد عليه من خلال إذاعتكم الكريمة بطلب بالفعل الدعم لأنه لما تدعم جمعية تطوعية لا منوخذ قروش إحنا منقدم من كل قلبنا للوطن ولتقليل من حوات المرور فيجب وهذا بالفعل لازم على كل شركة إلى حس وطني أنه تقدم لو بدينار يا جماعة خلوا موظفينكم أعضاء بالجمعية الجمعية بتأخذ 10 دنيا بالسنة كاشتراك يعني تعجز شركة زي هالشركات الكبيرة شركات الاتصالات البنوك شركات النقل التأمين يعني يا جماعة بصريح العبارة والله إنهم مقصرين هلأ بقدموا لكن أنا بنظري مقصرين بحق الجمعية أنا سأطرق بابهم أكون صريح معك بدي أروح على كل شركة خاصة وأقدمهم وأقول لهم شو بتعمل الجمعية وشو واجب إنه يقدمونا عساس لأنه التشاركية جود مضني مش سهل ما بتزبط إلا بين الشركات والجمعية وهنا الجمعية الوحيدة بالوطن اللي تعنى بموضوع الوقاية من حواثم ما في غيرها يعني هاي مفروغ منه فأنا بطلب من خلال وجودي معاك هون اليوم بالفعل مؤازرة الجمعية إعطاءها ما شو مكان من دعم مادي معنوي عضاء هذا بيكون كتير فائد للوطن كله وليس للجمعية إذا ما قلت لك إحنا متطوعين ونسعى إنه تصل نتائج حوادث المرور والقتلة إلى أدنى معدل يعني إحنا إذا بنحكي قادين على موضوع المساهمات بجوز يغيب عن ذهن البعض بأنه معيار النهضة في أي بلد يدخل من حساباته معدلات الحوادث الإصابات لا سمح الله ولا قدر الوفيات وحجمها فهذا بالنهاية ينعكس على استثمار ينعكس على ثقة ينعكس على تعاقد بشمل كل القطاع اللي أنت بتحكي عنه بس بنفس الوقت دولتنا مع كل الاحترام لابد أن ترعى هذا الأمر يعني لابد أنه يكون في دعم لدور الجمعية حتى تتواصل مع هذه القطاعات يعني أنت بمجهودك لحالك كرئيس لهذه الجمعية مع الأعضاء صحيح بأنه بجوز تحظى باحترام هالناس يستقبلوك بس كمان هم بدون يشوفوا لك مساند يعني كيف يستوي أنه أنا أقدم للجمعية الأردنية للحماية والوقاية من حوادث الطرق وأنا بلا مؤاخذة شوارعي اللي فيها تهتكات وعم نشوف عليها حوادث يومية ما بتسامش فيها لا بلدية ولا أمانة ولا وزارة أشغال بمبادرة فورية طب لازم يكون في عندنا أيضا صح ولا لا كلام سليم مية بالمية باب الجمعية وتليفون الجمعية دائما موجود لأي ملاحظة بشوفها المواطن ما وصلت للأمانة ما وصلت لمدرية الأمن العام نحن نأخذ مبادرة بالاتصال ومتابعة الموضوع لأنه زي ما قلت لك رديف للأمن العام ورديف للأمانة بموضوع التوعي وبوضوع أخرى هندسية لازم يصير في التشاركين سؤال سؤال يعني بدي جواب من حضرتك عليه يعني عملت في أمانة أمان عملت مع الجمهور صح ورجل بلا مؤاخذة مديرا لوكالة حافلات جديدة لها خلينا نقول ثقة واستطاعت أن تبني اسم وبنفس الوقت دورك بالمركزية لتجارة البركبات اللي أنا بدي أسأله يعني الإضافات اللي بنيت بقناعات وخبرات حبيبنا وأخونا المهندس وفائي خلال هذه السنوات وخصوصا مع الدخول بخلينا نقول عملك بهوية المركزية والآن هذا الموقع كرئيس للجمعية أستاذ ياسر بالفعل أنا تخرجت سنة الخمس وثمانين مجسسير هندسة مرور إجيت على الأردن بدي أخدم داومت بأمانة عمان الكبرى مهندس مرور وسجلت بالجمعية سنة الخمس وثمانين صلي أربعة وثلاثين سنة عضو بالجمعية قدمت فترة سابقة الهيئة الإدارة وكنت عضو بهيئة إدارة السنة هاي ارتقيت إنه بالفعل أدخل كرئيس ليش؟ انتخابات بدي أقدم أكتر حسيت إنه عندي وقت قدرة ومعرفة بدي أقدم فتم انتخابات جديدة وترشحت وكسبت بست أصوات من تسع أصوات كرئيس خبرتي بالمرور كوني عندي الدراية والمعرفة بدي أعكسها بدك أعكسها على موقعك على هذا بعلاقتي مع الأمانة عمانة الكبرى علاقة كثير جيدة داعمين رئيسيين وعلاقتي مع الأمن العام جيدة كثير فأنا بدي أعكس خبرتي وعلاقاتي من خلال المركزية تويوتا كون هي داعم الرئيسي والتوأم مع الجمعية أنا أظن بقدر أصل اللي بدي أعكسها بموضوع الجمعية هاي هي مخططي وهاي هي استراتيجيتي لموضوع الجمعية والتشاركية مع الشركات يعني بكرة لو كان في قرار أو توجيه يجي يقول والله مستوردي السيارات وكالات السيارات وجوبا علينا المساهمة بهذه النسبة المقبولة دعما للجمعية الأردنية بتصوري عندنا عندنا الحكمة وعندنا العقل أنه نتجاوز عن موضوع أنه لا يا أخي هذه المتولين هالمركزية تويوتا إحنا ما لدينا علاقة إحنا مصنعين جايين من ألمانيا ولا من كوريا يعني المفروض أنه المصلحة العامة تطغى على كل بالضبط أنا قلت لك نتجاوز فيها هذه بالضبط أنا قلت لك كل الشركات النقل اللي بتعاملوا بالنقل بتعاملوا بالبنوك اللي لهم صلة تأمين أنت حكيت موضوع التأمين تأمين أكون صريح معك أستاذ ياسر هم أكثر المستفيدين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ما بدي عم نمكرش وأنا معنهم أكثر المستفيدين أنا بيقول لك عنا عجس من نشر من نشر ثقافة الوعي والوقاية لأنه بالنهاية هو بدفع تعويضات يعني تخيل لوين فأنا بدي أرجع أطرق بابهم وبيدي أكون أتابع يعني ما عندي مشكلة عندي شغل مش سهل وبيدي أشتغل بكل قلب اللي قوي اللي أقدر أصل لا اللي بدية بموضوع الوقاية لأنه الوقاية خير من العلاق مية بالمية ما بدنا نسير كل الفاس بالرأس قبل أن نخرج بآخر فواصلنا بالنهاية كل الجهود اللي بتذلها مع المؤسسات والقطاعات خاص منها أو عام شيء والفرد المواطن السائق عبر الطريق ثقافته ودوره شيء آخر هو مفتاح خلينا نقول بيط القبان هو اللي اللي إما بتنجح مجهوداتك وتضافر هالقطاع هذا كامل أو بفشله دوره ورسالتك له سؤال من أهم الأسئلة اللي سألتني إياها أنت بتعرف عناصر المرور الثلاثة السائق المركبة والطريق يعني أنا بنظري السائق هو المواطن السائق هو له الأكثر نسبة في الحوادث لا تصل إلى 95% العب الأكبر يصل على المواطن وهو السائق هلأ أكون صليح معاك سائق متمرس يتبع قواعد المرور في شواخص على الطرق في علامات طرق لا ما بسرع ما بستخدم تليفونه ما برسل الرسائل اللي بنا نحكي عليها موضوع الرسائل خلال قيادة السيارة نسبة الحادث لا شك إنها بتقل إذا ما نعدمت فالسائق له الدور الأكبر والمواطن في الحد من حوادث المرور يعني يتبع القواعد يكون قدوة للآخرين إحنا زي ما نقول المثل دائما السياقة فن ذوق أخلاق يعني يعطي مجال للسائقين الآخرين تعرف إنه لما يكون معصة بالسائق والازدحامات وشغلات زي هيك بتخليه يعمل مشاكل بتأدي لمشاكل اجتماعية غير عن مشاكل الحوادث خيب لوين إنت بتعرف أستاذ ياسر إنه إحنا كل خمس دقايق بصير عنا حادث مروري 300 مليون ديار شو ترتيبنا قلت لي على مستوى العالم إحنا ترتيب سيء في حوادث المؤدية للوظفاء رقم خمسة عنا حوالي ستة فاصلة إشي قتيل لكل عشر تلاف مركبة عنا أربعة فاصلة يعني قتيل لكل مئة آلاف مركبة فوضعنا بحاجة لشغل وعمل وتضافر كل الجهود إنت بتعرف أستاذ ياسر يعني أكون صريح معاك السويد اللي هي بلد متطورة أن نكون زي السويد يطمحوا وعندهم فيجن يعني رؤية أنه يكون ما لا قتيل من جراء حوادث المرور بالسنة لا قتيل سفر تخيل لما تروح على السويد أنا رحت وزرت وأخذ دورات بالسويد كل بلد محطوط عليها شخصة مكتوب عليها سفر أنا دخلت بسأل بقولهم شو هاي السفر قال نطمح أنه لا لا حالة وفاة من خلال حوادث ولا تسبب حوادث الوفاة مية بالمية صحيح بس بالمقابل رح نحاول نقدر نصل للموضوع نرجع على موضوع شوف كيف هي حلقة متصلة احنا منقول الفرد الملتزم بقواعد السير بده بلا مؤاخذة خطوط مشان ما يظل يشوه بحيمين شمال صح يا رجل هذه الإشارة اللي هون هاي إشارة وادي صخرة ثلاث أيام على التوالي تفتح إشارة على إشارة بتعطلوا الجميع ولغاية الآن مش عم منشوف بالوقت الذروي ثلاث أيام على التوالي مش عم منشوف بلا مؤاخذة ناس يرتب الأمور لا من أمانة عمان في تنظيم الإشارة لا من أخواننا إدارة السير بشرطة يحلها الإشكاليات سيارات بتدخل ثلاث أيام على التوالي وأنا باستنى أشوف إمتى بدأت نحلها السلافة بس بالمحصلة نحن نقول العملية التشاركية الأساس هو الفرد والسائق الهدف هو خفض مستوى الحواذ اللي بنعكس بالنهاية على إصابات وعلى لا سمح الله وفيات الجهود اللي تبذل جميلة ولكن الآمال والحماس اللي موجودة أجمل نتمنى وإحنا ترى مش فزعة هون بالذات بصراحة بصراحة وبرنامج أخوك أبو أحمد بصراحة مش فزعة إحنا دائما جاهزين لأية رسالة توعوية دائما صدرنا مفتوح لأي شيء بيحقق مصلحة تنعكس إيجابا على مواطننا وعلى وطننا وعلى سمعتنا وعلى صورتنا بوجود الطيبين اللي دائما بيمررون هذا الرسائل شروا حضرتك نشكر إخواننا بالجمعية الأردنية اللي قاية من حوال الطرق نشكر إخواننا بيئة المركزية لتجارة السيارات والمركبات وأكيد حضرتك حبيبنا مهندس وفائي كل التحية والاحترام لجهودك ونبقى إن شاء الله دائما من الناس اللي بتقول بدنا رديف إحنا رديف في النشر في التوعية وفي توصيل الرسالة شرفتنا أنا شكر إلك باستضافتنا على هذا البرنامج الأردنية وإحنا جاهزين كجمعية للمشاركة مع أي إنسان وأنا بشكرك كمان مرة على هاي 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 توعية أمورية اللي عملنا أنا وياك وصلت وبالفعل بشكرك مرة تانية مرحبا بك يا أهلا وسهلا إن شاء الله إنه تسلم المعلوم تسلم حبيبي شكرا بمسك الختام وهذا ضيف اللطيف اللذيذ الطموح اللي يعني واجبنا جميعا بكل مواقعنا إنه على الأقل ندعمه حتى يحقق هال هالأحلام الجميلة بدنا نقول أحلام هي كل شيء قابل للتحقيق ولكن هذا الطموح وهذا الجد ما نكسر مجاذيف وكلنا قطاعا خاصا وعاما لأنه بالنهاية رح نعكس علينا جميعا بالخير وتقليل نسب حوادد تقليل خسائر صعودنا على معدل الدول الناهضة واللي إحنا دائما نساعين إله